بسم سائل الخير على حضراتكم جميعاً استكمالاً للتفضل بدكتور سيد دكتور رئيس مجلس الوزراء أنه أحد المحاول الرئيسية التي كانت في خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية هو زيادة مشاركة القطاع الخاص وبالتالي كان من هنا تأتي تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة وهذه الوثيقة زي ما حضراتكم شفتوها فيها مجموعة من أدوات المختلفة لتخرج الدولة أو لتنفيذ هذه الوثيقة منها أن الدولة تطرح بعض هذه الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص أن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع أو المجال الثالث هو طرح حصة بيع حصة جزء أو كل من شركة من الشركات أو من أصول الدولة ومن هنا يمكن بيأتي دور صندوق مصر السيادي الحكومة المصرية شرفتني بأن أنا أترقص مجلس إدارة هذا الصندوق هو زي ما تفضل دولة الرئيس هو ذراع استثماري للدولة المصرية هدفه أنه هو يساعد الدولة في جبد مزيد أو في أنه هو يزود مشاركة القطاع الخاص سواء كان هذا القطاع الخاص محلي أو أجنبي وأنه هو أيضا يعظم العائد من الأصول الخاصة بهذه الدولة فنحن نبص على الأصول ونرى كيف نقدر أننا بالأدوات والوسائل المختلفة التي قلتها لحضراتكم أننا أعظم العائد من هذه الأصول لأن هذا الصندوق السيادي هو مملوك للشعب المصري هذا صندوق يملكه الشعب المصري وبالتالي هدف هذا الصندوق هو الحفاظ على هذه الثروات للأجيال القادمة طيب اللي إحنا نهارده قدرنا أن ننفذه خلال الفترة الماضية هقول إيه اللي إحنا تم تنفيذه بالفعل وتم التعاقد عليه بالفعل خلال الأشهر القليل الماضية وإيه اللي إحنا مستهدفينه خلال الأشهر القادمة اللي تم خلال الأشهر الماضية أن إحنا تم زي ما حكوا وتسمعته تم طرح الدولة المصرية طرحت شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين تم هذا الطرح بشكل تنافسي على عدد من المستثمرين وكنا بنستهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق بعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على مستثمر أحد التحالفات هو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنابي كله جاي من الخارج هي شركة آيكون للاستثمارات وكل طبعاً الاستثمارات كلها تأتي من الخارج شركة آيكون هي مملوكة إلى مجموعة طلعة مصطفى القبض طبعاً ده إحنا بنتكلم نهارده على 700 مليون دولار اللي هي حصة زيادة رأس المال 700 مليون دولار في هذه الشركة بنسبة زي ما قلت لحضراتكم 37% كزيادة رأس المال النسبة من قيمة الشركة طبعاً غير العوائد المباشرة سنتكلم نهارده على رفع كفاءة وتطوير العدد من الفنادق وده طبعاً هنعكس بشكل إيجابي على أيضاً اكتذاب زيادة أعداد السائحين وزيادة فئات أعلى من السائحين وفي استقطاب شريحة أعلى من السائحين بما يستهدف زيادة الداخل السياحي وفقاً للمستهدفات اللي الحكومة المصرية حطتها إننا أصل إلى 30 مليون سائح فده الطرح الأولاني الطرح الثاني هو طرح حصص في ثلاث شركات كان عندنا مجموعة من الشركات زي ما حركت دايماً بنقول عندنا مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل التروحات صندوق ما قبل التروحات يضم مجموعة من الشركات فطرحنا ثلاث شركات حصص أقلية كلها ما بين 25 إلى 30% وتم طرح هذه الحصص في ثلاث شركات هما شركة إثاتكو شركة الحفر المصرية وشركة إيلاب الطرح ده قيمته 800 مليون دولار واللي استحوذ على هذا الطرح هو شركة أبو ظبي التنموية القبضة ده الطرح التاني الطرح التالت هو تخارج أحد المستثمرين القطاع الخاص المصري كان يرغب فيه أنه هو يحصل على باقي مساهمات الدولة اللي هي كانت تقريباً حوالي 30% فتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة طرح العام اللي حوالي 8 جهات كان فيه طرح الحقيقة شراكة مفتتة على مجموعة كبيرة جداً من المؤسسات العامة وكقطاع خاص بيحب أنه هو يبقى بيعمل تطوير ونظرة استراتيجية لتطوير استثماراته فدي شركة عز الدخيلة اللي حركه النهاردة شفته الإفساح بتاعها في البورصة فتم تخارج حوالي 31% من مساهمة المال العام بقيمة 241 مليار دولار ولكن هنا مليون دولار مليون دولار كله بالمليارات أصلاً مليون دولار فهنا إحنا 60% من هذا المبلغ بالدولار وال40% بالمصري وطبعاً المستهدف هنا إن الشركة تنفت توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة السول دي الثلاث شركات اللي تم الانتهاء الطرح منها طبعاً بالإضافة إلى لجنة الطرحات كالطرحة سابقاً نسبة باكين ونسبة من اتصالات الشركات أو الطرحات اللي احنا شغالين فيها هقول لحضراتكم برضو هما إيه وإيه البروست أو إيه الخطوات التنفيذية اللي بتتم احنا عندنا محطة جبل الزيت دي هذه المحطة تم هذا الطرح الصندوق السيادي قام بطرح المحطة في طرح تنفسي على عدد من المستثمرين وتلقينا مجموعة من العروض الغير ملزمة تم إدراسة هذه العروض وتم التفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضل العروض وبالتالي تم قبول العرض أعلى سعر من أعلى مستثمر في يونيا عشرين تاتة وعشرين وبيتم دايما منح المستثمر الذي حصل على أعلى تقدم بأعلى يعني عرض بندله دايما مهلة في حدود ستين يوم عشان يقدر يعمل فترة حصرية عشان يعمل الفحص النافي للجهالة فإحنا متوقعين بإذن الله أن الترسية تكون في شهر أكتوبر هذا العام ودي تقريبا في حدود تلتميت يعني تلتميت مليون بلس فيما أكتر من كده بإذن الله تلتميت مليون دولار شركة وطنية دي شركة إحنا كنا فتحنا غرفة البيانات بتاعتها في نهاية شهر فبراير بدأنا تلقي العروض تقدم لنا ست عروض غير ملزمة وتم الموضي قدما معاهم وبدأوا مجموعة منهم اللي هم مؤهلين للفحص النافي للجهالة في حدود ثلاث شركات ودي إحنا متوقعين أن الترسية تبقى ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام إن شاء الله الطرح الآخر بتمثل في محطات التحليط الماء وعندنا خطة خمسية وزارة الإسكان والحكومة المصرية وضعتها الخطة دي خاصة بطرح واحد وعشرين محطة بإجمالي طاقة تلاتة وثلاثة مليون متر مكعب يوميا ودي باستثمارات تتعدى تلاتة مليار دولار في المرحلة الأولى منها اللي هي بتنتهي في عشرين خمسة وعشرين قام أيضاً الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لهذا الموضوع تقدم لنا في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من تسعين مستثمر من تلاتين دولة قامت اللجنة والصندوق مصر السيادي بتأهيل تقريباً سبعتاشر تحالف منهم والطرح الأول للأربع محطات بإذن الله من عشرين تلاتة وعشرين ده بالإضافة إلى محطة سيمينز المتوقع أننا ننتهي منها بإذن الله في الربع الأول من عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله أنا بس عايزة أؤكد بالإضافة طبعاً إلى كل التروحات وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي نحن أيضاً كنا أخذنا قرار في مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم خطة ترشيد الإنفاق إحنا أولاً استبعدنا كل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ في تنفيذها إلا في حالات الدرورة قصوى فما فيش أي مشروعات جديدة بتتم بننتهي فقط من المشروعات التي وصلنا منها إلى 70% هي دي المشروعات اللي دخل في خطة السندي واستبعدنا كل المشروعات التي لها مكون دولاري التخارج النهاردة أو البطء اللي تم فيه هذه المشروعات دي الدينة أولوية فيها للمشروعات اللي هي دخلة بالمشاركة مع القطاع الخاص يعني مشروعات تحلية المائكة الدولة اللي بتنفق عليها فإحنا كده بنوفر موارد من الدولة بتقدر دولة نهاية توجهها لطبقات الأقل حظاً أو لبرامج الحماية الاجتماعية وبالتالي المشروعات اللي تم تأجيلها النهاردة نتكلم على مشروعات تقدر بحوالي 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق مشروعات في قطاع النقل والطرق ومشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكراً يا فرد